بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث الرحمة المهدى يوم السبت ده بنستفتح بيه الأسبوع عشان بيبقى يوم السعادة والسرور لأنه يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة المقبلين على الزواج سواء المقبلين على الزواج اللي بيبتدوا الزواج أو المقبلين ببداية جديدة على الزواج والنهاردة وإحنا ماشيين في طريقنا في تمهير الأزواج تمهير الأزواج يعني إكساب الأزواج مهارة كأننا عاملين دورات تدريبية للأزواج بنحاول نخليهم يتدربوا على مجموعة من المهارات إحنا بنظن أنها مهارات مهمة ومهارات ممكن تخلي السعادة أقرب إلى الزوجين لما هم يمرسوا المهارات دي النهاردة عن التكلم عن مهارة مهمة جدا 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 للزوجين ممكن تخلي الحياة الزوجية طول وقت متجددة والحياة الزوجية ما بتصدقش مش بس ما بتصدقش يخلي الحياة الزوجية دائما فيها نظارة فيها حالة من حالات الحيوية تخلي الحياة الزوجية زي ما هي لما أجل أسألك هو إيه اللي بيخلي الحياة الزوجية يحصل فيها ملل أو كلل أو فجوة أو جفوة هتقول لي على طول التراكمات ايوا هي دي لقصة بق فالمهارة اللي احنا بنكلمك عليها النهاردة ان ازاي زوجين يبقوا ضد التراكمات عارف انت كده لما السيارة بيبقى فيها حاجة ضد الصدمات احنا عندنا مهارة مهمة جدا جدا في الزواج مهارة ازاي نبقى ضد التراكمات مش بس ضد التراكمات وازاي نفتح مساحات جديدة كمان في الحياة وعشان كده المهارة اللي احنا بنكلم عليها جاي من مادة التفاعل مهارة اسمها التسامح الزواجي ايه التسامح الزواجي دي ما تقول لي المسامحة يعني المسامح بعض يعني لا 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 المهارة اللي احنا بنكلمكم عنها دي مهارة مرتبة مهارة لها اركان مهارة بتحتاج ان احنا نتضرب عليها لان هي بتعبر عن فن بتعبر عن جزء من المهارات اللي الواحد لازم يتضرب عليها شوية مهارة التسامح الزواجي فيها تقبل للشخص وليس معنى التقبل أني أشوف الأخطاء واعتبرها مش موجودة لكن التقبل معناه أن أنا الأخطاء التي في الحقيقة منها غير مهمة وغير مهم أن أنا أقف عليها وبزل المجود أن أنا أترصدها وأن هي طبيعية تقع من الناس ده طبيعي أن أنا ما أقفش معها لكن الأخطاء اللي ممكن تؤثر في الحياة لا أنا بعمل إيه؟ بعمل لها تقييم بقيم الموقف بشكل صحيح وهو ده جزء من التسامح وكأن أنا بحاول أتعامل مع الأخطاء بشكل بناء مش بس الأخطاء العيوب الأخطاء الخلافات المواقف غير الإيجابية التدخلات من خارج الأسرة كل ده بحاول أتعامل معاه بشكل بناء يعني إيه شكل بناء؟ إن الموقف اللي حصل ده أستثمره وأعتبره فرصة فرصة الحاجتين فرصة لتجديد الحياة الزوجية وفرصة لفتح مساحة جديدة هو ده التسامح الإيجابي اللي إحنا بنتكلم عنه يبقى ده واتمحتاج مننا أن أنا أقيم الموقف بشكل صحيح وهل ده هيتكرر أو مش هيتكرر؟ ولو تكرر هيبقى قد إيه إفساده للحياة الأسرية فتقييم الموقف على فكرة لا يعني عدم التسامح بل تقييم الموقف ده عشان حاجة مهمة جدا عارفين إيه هي؟ النضوج الزواجي النضوج الزواجي جزء من بناء النضوج الزواجي فكرة التسامح بدون مهارة التسامح مش هيحصل لنا حالة أن أنا أنضج زواجيا يعني بيظل الناس مزنوقين في سنقنا جواز ومش قادرين ينضجوا زواجيا لأنهم أعدين لبعض على الوحدة لكن لما بتبقى فيه مهارة التسامح الزواجي بنقدر نفتح مساحات كبيرة جدا 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 ولذلك حضرة النبي لما علمنا التماس العزر ما كانش بيعلمنا التماس العزر في الساحة العامة في الحياة العامة لكن أول مكان لازم ألتمس في العزر وأمارس فيه التسامح كان البيت وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع عامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو رواعا وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعف عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت صلى الله عليه وسلم فلما كانت السلسة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة يعني ايه يعني عندنا اذا كان عنا عفوا على الخادم سبعين مرة طبع نعمل ايه بقى في الزوجة التي هي ليست بخادم نضرب السبعين دولار في مية طب بلاش نضربهم في عشرة طب نعمل كده مع الزوج اذا التفاصيل اللي بيقفوا الناس لها على بعض دي في عشرات المواقف اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيها بالمسامحة فيضرب لنا فيبقى عندنا مثال مثلا مثال لما السيدة عائشة مثلا كسرت صفحة السيدة حفصة ولما اختلفت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ارتضى ان يحكم بينهما سيدنا اوبكر وبعد ما احتد سيدنا اوبكر على السيدة عائشة ليه طيب احتدم الموقف بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إلى التحكيم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ مع السيدة عائشة إلى التحكيم يعني إيه اللي حاصل هو أول حاجة تسامح مع إن هي مخلفة مع إن هي أصرت على رأيها وإيه اللي حاصل وبكل مسامحة لجأ إلى تقييم الموقف من خلال سيدنا أبو بكر الله ده شيء مهم جدا إن إحنا نفهم ده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن التسامح هو في حد أكثر تسامح من رسول الله لكن التسامح معناه إن إحنا نشيل جذور المشكلة عشان لا تتكرر وعشان كده لما نيجي نفكر إزاي نكتسب مهارة التسامح الزواجي هلأي النهاردة عمل لكم حاجة تسهل عليكم وممكن نطبقها عندنا مسلس كده بيتكون من ثلاثة أضلاع اسمه هرم التسامح الزواجي هرم التسامح الزواجي في شوية حاجات كده لازم تعرفوها وإحنا بنتكلم عن المسلس المسلس بيتكون من قاعدة بتاعته التغاضي يعني نسبة التغاضي هتكون الأعلى ثم نسبة العتاب يعني التنبيه الرشيد على أننا نحتاج إلى تغيير ثم التوقف أننا ندرس المسألة ونتوقف عن بعض الأشياء التي لابد أن نتوقف عنها الثلاث أضلاع دول مش معناهم بكرر أننا مش متقبل ما فعل عنقول شوية قواعد بقى تبين لنا إزاي المسلس ده هو مسلس تسامح احنا مفهمين أن التسامح خلاص خلاص يا عم المسألة خلصت ومعرفش إيه ده في بعض الأحيان يعمل إيه يعمل تخزين لكن التسامح اللي احنا بنتكلم عنه تسامح تد تخزين الزواجي تسامح تد التراكم الزواجي تسامح ضد الحالة المتلاء الزواجي إزاي؟ تعالوا ناخد أول ضلع ضلع الأولاني والتغاضي لازم يكون التغاضي ده عن بصير ووعي يعني إنا بنقول إيه الشخص المتغاضي مش إنه هو مش شايف الخطأ لا هو شايف الخطأ ووعي به بس هو إيه اللي حاصل شايف إنه لابد إن أنا أعيش بالفضل مع شريك حياتي ففيه أشياء كإني ما شفتهاش وفيه أشياء الرجل اللي هي تغاضى هي تغاضى وهو عارف عارف يعني إيه؟ عارف وفاهم فبيتغاضى وهو نفسه راضية لأن العشرة بتقول كده والحياة بتقول كده بس الشطارة إنك لما تيجي تتغاضى وده في أدنى درجات الهرم تتغاضى وكأنك مش عارف اللي بيسموه اللي احنا بنسميه التغاضي الأرياح تعالى أوريكم رسول الله كان كيف يتسامح رسول الله سلم بذكركم بهذه المسألة رسول الله كان لو يوقد في بيته النار يعني ما يتبخش في بيته الشهر الهلال والهلالين يعني يقعد شهرين مفيش حاجة بتنضج في بيته يعني في الآخر خالص هيبقى ماشي على الخبز أو على الأسودين التمر والماء طيب بس في حاجة لازم نعرفها إن رسول الله سلم كان في إطار الطعام في بيته كان متغاضيا ليه لإني لما نضم ده مع حديث لما سأل رسول الله سلم عن السيدة عائشة ستين مؤمن عن السيدة عائشة رضي الله عنهما إيه اللي حاصل سألها فقالت إني لا أعلم عنها إلا كل خير كويس إلا أنها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها إذن فرسول الله كان يجي من برة يقول إيه على عندكم من طعام لا الطعام راح فين أكلوا الداجن يعني إيه اللي حاصل بس رسول الله متغاضي متجاوز فيقول إني صائم فسيدة عائشة يرتبط عندها لما رسول الله سلم يصوم من مش من أول الفجرة لكن يصوم من وسط النهار فيإيه اللي حاصل هي حسة وشايفة إن رسول الله سلم حول هذا الأمر إلى إيه إلى حافز حياتي فيإيه اللي حاصل فتغاضي بس فيه حاجات رسول الله سلم يعني ده نوع من أولاية تغاضي إحنا لم نسمع رسول الله عاتب السيدة عائشة خالص على ده لكن ييجي في درجة تانية يعمل إيه رسول الله سلم يعالج ده إيه الدرجة التانية لما كسرت السيدة عائشة صح صفحة الإيه السيدة حفصة فعمل إيه فأخذ وقال غارت أمكم يعني عمل إيه عمل عنوان لده ففي إيه عتاب لا تتركي غير غيرتك تعمل إيه تفسد أموال غيرك فأخذ المال بتاعي خد طبق من عندها والدالي السيدة حفصة لكن في حالات بقى عنقف عندها زي رسول الله سلم لما يغضب أو رسول الله سلم لا يرضى عن إني زوجاته يتفق عليه فإيه اللي حاصل فيبقى هنا في وقفة وعشان كده هنا بنتعلم إن التسامح بيعلمنا إن فيه خطوط حمرة والخطوط الحمرة دي ما لقاش علاقة بالتسامح لكن ليه علاقة بالإصلاح أيوة ودي في قمة هرم التسامح عنا أخذ موقف مثلا ونقف وقفة واضحة والمسألة مش هتمر هل ده معناه إن أنا مش متسامح لا أنا متقبل بس فيه قاعدة مهمة وعبقرية تعلمناها من الشرع الشريف عشان تخلي الناس تتسامح بسهولة كده فيه ناس ما بتقدرش تتسامح ليه إن يا متصورة إن التسامح ده معناها إيه معناها الإفساد أو الله إن أنا لما هتتسامح مع شخص عسيبه يفسد وإيه خلاص هو يفضل يفسد ولا حد يحسب بس التسامح مش كده لازم نفرق ما بين التسامح والإيه ومحاولة إفساد الشخص عن طريق التدليل أو عن طريق حالة من حالات إن أترك الإنسان يتمادى في غيه ترك الإنسان يتمادى في غيه ده مش تسامح إحنا عايزين نتكلم عن التسامح الرشيد فنفرق ما بين التمادى الإنسان في غيه والتسامح التسامح يعمل إيه بقى؟ عشان يبقى التسامح تسامح رشيد في قاعدة عبقرية أخدناها من الشرع الشريف كله بإيه القاعدة دي؟ إن إحنا نفرق ما بين الفاعل والفاعل أنا مش متقبل الفاعل لكن متقبل الفاعل إيه كلام الفلسفي؟ لا ده مش كلام فلسفي يعني أنا مش موافق على الفاعل ده لكن أنت حبيبي يعني إيه؟ يعني الفاعل ده أنا مش عايزين نكرره مرة تانية بس أنا لازم أنبه الشخص بأنه هو حبيبي وده معناه إن الحب بيننا باقي لكن الفاعل لابد أن يزول لكي يبقى الحب فأنا متقبلك أنت وأنا بحبك أنت كشخص لكن أنا مش متقبل الفاعل ده أنا ما بحبش الفاعل ده وناوي إن أنا وإنت نتعاون ونتكامل ونتكاتف عشان نخلص من الفاعل ده فناوي أكون عاونك على إن أنت تترك الفاعل السيء شوف أنا وأقوله كده أنا بحبك بس أنا وأنا في ظهرك ومعاك إن إحنا نترك الفاعل السيء ده هل ده ما يعناش إن أنا متسامح؟ أبداً ده من قمة التسامح زي ما بقول لأولادنا كده أنا متقبلك بس في نفس الوقت أنا أساعدك إن أنت تبقى أحسن هي نفس الفكرة يبقى التسامح ده يجعل الناس تخرج أفضل ما فيها وعشان كده مثلاً من الخطوط الحمرة في القسرة إن يكون أحد الزوجين بيتعطى مخدرات مثلاً فييجي زوج مثلاً عايز يقول لي زوجته أنا عايزك تتسمح معي يعني إيه تتسمح معك؟ إن إيه تقبلك تقبل شربك للمخدرات وتقبل إدمانك أنا عايزك تقبليني قبول غير مشروط وتتسمح مع شرب المخدرات لا يا سيدي أنا بحبك لكن مش متقبلاً لشربك للمخدرات وشربك للمخدرات لازم فيها وقفة ولازم الكلام ده لا يترك ليه؟ لإن أنا مأمورة من الشرع إن أنا وإن كنت متسامحة لكن مأمورة من الشرع ولا تعاونوا على الإسم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإسم والعدوان فأنا مش أتعامل على الإسم والعدوان بس أنت ليه مش متسامحة؟ لأ أنا متسامحة متسامحة عشان كده أنا حبيب وأنا جنبك مساعدك فإذا كانت تسامح بمعنى التغاضي فده مش من محل اللي أنا أتغاض عنه فشرب الخمرة وشرب المخدرات والعلاقات المتعددة وتسويق السمعة ده مش من الحاجات اللي أتغاض عنها لأن دي خطوط حمرة لأنها تفسد الحياة الزوجية وأنا شاف الناس بيقولوا الله يكريمك ريحت قلبنا وإحنا دلوقتي حاسين كده أن التسامح ممكن يساعدنا على الاتزان خاصة القاعدة العبقرية اللي احنا قلناها دي إذن أول قاعدة عندنا في التسامح أن احنا بنفصل ما بين إيه؟ بنفصل ما بين الفعل والفاعل دي بقى أول قاعدة عندنا في التسامح الفصل ما بين الفعل والفعل قاعدة التانية بقى أنه ليس معنى التغاضي أن أنا ما أقدرش الموقف لكن لازم أقدر الموقف أقدر الموقف زي الموقف اللي يستحق التقدير الموقف اللي يستحق أن أنا أقاف عنده لأن إيه اللي حاصل؟ بن الإنسان على نفسه بصيرة لازم أنا إيه؟ أقدر الموقف واشوف الأمر متكرر ولا لا واشوف الأمر ده وصل إلى أي مدى في حصلت خيانة أو حصل وناس كتير تقولك إيه؟ مثلا الناس المقبلين لا الزواج يتقولي أنا تسمحت مع مع أنه هو عنده علاقات متعددة وقلت أني بعد الجواز ربنا يسلح حال لا أنت من قبل الجواز أنت لو عايزت تسمح تقولي له على فكرة أنا عارفة أن أنت شخص فيك محاسن كتيرة بس أنا أنا مش قادرة أتقبل ده فلما يجي يقولي والله أنت ليه مش متسامحة؟ أقول له لا أنا متسامحة لأن أنا ما زلت بحبك لكن أنا الفعل ده أتلاقه أحبه لازم الخط الأحمر ده نقف عنده وفي شيء عجيب أن الجزر الأساسي اللي معنى كلمة التقبل هي نفس جزر كلمة المستقبل فإحنا لازم نبص لأثر هذا في المستقبل فنقدر الحاجة فأنا بتقبل من أجل أن احنا أنك تساعدنا ونتكاتف عشان نصلح ده في المستقبل لأن فلسفة التسامح أني مش متسامح معك عشان تفضل زي ما أنت آه هو ده التسامح البناء بقى لا يعرفت ليه بنتكلم على التسامح البناء أن التسامح مش معناه أن أنا تقبلتك لكي تظل على ما أنت عليه شوف أنا بفهم حديث رسول الله سلم وخاصة في الإطار الزواجي لا تكون عوناً للشيطان على أخيك برضو من أشكال أن أكون عوناً للشيطان على أخي أن أنا ما انصحوش أن أنا ما ساعدوش فأنا لازم عشان أكون متسامح أن أنا أساعده أنه يخرج أحسن ما فيه ويطبق قانون الإزاح أن الحسنات يزيبن السيئات فأساعده أنه يخرج أحسن ما فيه ففي المستقبل يتخلص من معايبه هو ده التسامح البناء فالتسامح خطوة لكي أكون أفضل في المستقبل يبقى أنا مش معنى أن أنا بتسامح أتسامح بلا هدف لا هو لا التسامح البناء التسامح للبناء التسامح من أجل قيمة فالتسامح قيمة والتسامح أيضاً إحنا بنذهب إلى قيمة التسامح يفتح قيمة الجمال يفتح قيمة الخير يفتح قيمة الرحمة إن أنا أرحمه من إنه يستمر بهذا السوق إن أنا أزيده خير وهو يتقدم ويبقى أفضل في المستقبل وإنه كمان يتجمل ويتخلص من القبيح هو ده كله معنى التسامع ومعنى إن أنا بساعدك بحيث إن الفعل اللي أنت فعلته ده ما يبقاش إيه؟ ما تدمنوش فأساعدك إن أنت تتخلص من إدمان هذا الإيه؟ هذا الفعل فما يبقاش حجر عثرة ما بين بناءنا الحياة ده كله بالقعدتين العبقريتين دول في مسألة الإيه؟ مسألة التغاضي نيجي للدرع التاني وده ضلع مهم جدا وضلع بعض الناس قد يسيء استعماله اللي هو العتاب العتاب دايما عند الناس الناس بتفهموا بفلسفة العقاب العتاب عندنا هو فلسفة ماذا؟ التذكرة واليقظة فالعتاب لليقظة والتذكرة والهمة وليس العتاب للكسر ولا العتاب للتنغيص ولا العتاب للأذية ولكن العتاب للإيه؟ ولذلك العتاب ده فن وأنا لازم أرعيه وأبقى فنان وأنا باستخدمه لأن العتاب ممكن لو إننا ما تدربتش عليه ممكن يفتح باب المفسدة يتحول إلى إيه؟ يتحول إلى نوع من أنواع الانتقام بالكلام كلام في الجناب كده كلام لا العتاب هو إيه؟ إيقاظ الإنسان وشحص همته وإحساسه بأن المستقبل أفضل بس ما كان من هذا الفعل لا يليق بيك فيه ناس بتقرر عدم العتاب على فكرة عشان هم ما فاهمين العتاب بالمعنى السلب اللي احنا قلناه وهم عشان ما يترفضوش من الطرف الآخر لأن العتاب عندهم جلد يروح عامل إيه؟ يترك العتاب ويتصرف إزاي؟ وده نبع على فكرة من الحكم على الشخص من السلوكيات اللي هو بيعملها زي ما بنقول لازم نفسه ما بين الفعل والفعل وإلا هو يفضل يا إيه اللي يحصل يترفضوا إن ما فيش فايدة من العتاب وييقاسوا من التغيير لا 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 ما فيش الكلام ده اليأس ده بيمنع ناس كتيرة من محاولات العتاب والعتاب الهدف منه بالأساس إقامة حوار واستبصار ونشر الأنوار على كل ما كان من الإنسان في لحظات الانكسار فالعتاب عشان الواحد يخرج من الإنكار فالعتاب عشان الإنسان يحس إن المسألة يحطها في حاجة طبيعي ما يبقاش هو متمادي وحس إنه خلاص مش قادر يتغير فلما جا عاد بقوله على فكرة حاجة بسيطة يعني مفروض ما تعملش كده وأقوله إيه الحل وما ينفهش الهدف من العتاب يكون إلقاء الاتهامات على فكرة عشان نشاور على المخطئ ونقوله هو ده اللي أخطأ وصلنا لكده وبعدين نقض نلومه ونجلده واللي بيخلينا مش قادرين نتزن في العتاب إننا بنعيش في دور المظلومية ودور الضحية لإننا بنقيس كل الأحداث علينا إن إحنا بنخلي نفسنا ومشاعرنا هي المعيار وده مش صحيح لذلك مهم جدا إن إحنا نحدد المعايير اللي بنتعامل بيها ونحتكم إليها فيما بيننا وبين الآخر ولازم المعايير دي تكون خارجنا زي الرحمة والخير والجمال عشان نقدر نروح وما نختلفش ده تعالوا نشوف بقى إزاي هنقدر بقى لازم وأنا مش قادر أعاتب خلاص لكن أنا لازم أعاتب بهذا ما أنا أجوي بقى العتاب باب من أبواب الفتح والتقريب الركن الثالث بقى والضلع الثالث إن إحنا نتوقف التوقف هنا معناه إن إحنا نتوقف عن الفعل بس لازم ده يكون عبارة قبله وقفة عشان هنا مش احتمال ما فيش احتمال غير التغيير في اللحظة دي لازم نتغير لازم بالزبط مضمن المخدرات لازم يتغير لازم يروح عشان يتعافى وشخص عنده علاقات متعددة لازم يتوقف امرأة مش مهتمة بالبيت وكل الأولاد بيتعرضوا لمخاطر كبيرة جدا والزوج بيتعرض لمخاطر كبيرة لازم نبتد نقف عشان نقدر نوصل ده مهم جدا في مسألة التسامح قاعدة أساسية وإنك أنت مش هتقدر تتسامح وانت حاطت كرمتك في وسط الطريق كل اللي رايح واللي جاي بيدوس عليها ما ينفعش ان انت تعمل كده ما ينفعش المدخل الصحيح ان انت عشان تتسامح ان انت تخلي كرمتك عزيزة عزيزة يعني ايه؟ ما تخليهاش محطوطة في كل موقف الشخص الحساس بيحط كرمته في أي حاجة في اللفتة في الكلمة بعض الناس بيعملوا عدد اسم وعدد التسامح وهو أصلا الرجل حساس مش بيتسامح هو أصلا بيعمل ايه؟ بيمسل انه بيتسامح لكن التغاضي لازم يكون مع الناس عشان تفضل صدرهم نقية إذن قاعدة التالتة ما ينفعش تعمل عددات التسامح غلط ما ينفعش تبقى واقفة لحد على الوحدة وتبقى بتسمي نفسك أنا تسمحت أنا تسمحت أنا تسمحت أنا تسمحت ده مش عشرة حسن ده غلط طب نعمل ايه بقى؟ بسرعة عشان تقدروا تتسامحوا حطوا قصدكم المميزات اللي في كل واحد فيكم وإيه اللي حاصل وما تنسوش ان ده جزء من تطبيق قوله وتعالى ولا تنسوا الفضل بناكم إيه اللي حاصل حددوا النقاط دي وشوفوا قد ايه الحاجات دي تقدروا تستثمروها عشان تشيل نقاط الضعف والعيوب اللي في شرك حياتكم تاني حاجة التعاطف مهمة قوي قوي لازم نتعاطف مع بعض ونتفاعم دوافع بعض ونساعد بعض وما حدش فينا يعاقب التاني الجواز مش محطوطة عشان العقاب الجواز محطوطة عشان المساعدة لأن كل واحد فينا لما يساعد التاني هيحس ان هو عنده وسع تالت حاجة بناء الزكريات الحلوة كل ما نبني مع بعض زكريات حلوة كل ما ده ما عيساعدنا على ان التسامح يكون هو الأساس في حياتنا وتكون الحياة أهدأ آخر حاجة لازم طول الوقت نتكلم مع بعض ونتحاور ونتحاور وإحنا نتكلم عن المستقبل والسعادة لأن كل ما تحاورنا وتكلمنا عن المستقبل والسعادة كل ما نلاقي فرص ان احنا نستبدل الشيء السيء والعيوب بأشياء حسنة في المستقبل والسعادة يا سادة مهارة التسامح الزواجي هي مهارة تجديد الحياة مهارة تخلي الإنسان يفضل قلبه سليم مش بس يفضل قلبه سليم يفضل زواجه متألق منور حاسس بمدد ربنا حاسس بقيمة النعمة ربنا عليه اللي عاشها في الزواج تعالوا نتسامح بس التسامح الرشيد ده بس ده محتاج تدريب عشان ده فن التسامح فن يفتح أبواب السعادة يا رب رزقنا ان احنا نكون من أهل هذا الفن وجر علينا دايما يا ربنا كل خير ببركتك ورحمتك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن مولانا سبحانه وتعالى اللي بنتطلب منه التوفيق وإحنا بنتلقى أول سؤال من حضراتكم من الأستاذ محمد أستاذ محمد السلام السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله بركاته سيزار حضراتك يا دكتور فضل ونعم الحمد لله والدي يا فندم كان واخد قرد من البنك هده كده ومعرفش اللي هو حرام تمام خدت قرد من البنك عشان ايه يعني كان هده هو المشروع كده تمام فانت خدت قرد من البنك عشان تعمل مشروع اه فما عرفش استنى بس واخدت حضر واخده منك دراسة جدوى لا يا فندم يعني ايه يعني انت لما جيت معليش لما جيت تاخد القرد مش كتبتي سبب سبب الحصول على القرد ايه ايه يا فندم كده كان عندي مشروع ومشروع فشل وخلاص طيب ماشي يا سيدي وبعد ايه ده اول سؤال حضر ده يبقى اول سؤال اول سؤال حضرتك هو فعلا لما خدت القرد كان حرام ولا لا طيب السؤال التاني يا حاج محمد السؤال التاني اخوك بيعمل ايه ما بيصليش بيقول لي انت مناسب وما تصليش هذا يقول لي لا انت مناسب ما تصليش لأ واخوك ده بيوحى اليه مسلا عشان يرفع عصل هو اصل هو كده بيامورك ان انت ان التكليف اتراخع عنك انت مكلف من عند ربنا مش من عند اخوك اوه بيقول لي انت مناسب ما تصليش يمشي ما تصليش ايوه ايوه اللي يرفع التكليف عن حد ويقوله ما تصليش ده ربنا ما أسأله الكلام ده بقى فندي ما أنا بقوله والله ما أنا بقوله يا حج محمد والله أنا بقوله بقوله لأننا هذي آفة هذي عبارة يجب أن تنمحي من حياتنا هذي عبارة سيئة هذي عبارة إبليسية هذي عبارة شيطانية أن أنت تيجي لوحد وتقوله أنت منافق ما تصليش أنت اللي تخلي عندك دين وملكش دعوة فيما بين العبد وربه أنت مش من حقك تسد أبواب الرحمة أنت مش من حقك ترفع التكليف عن حد ربنا ما خلكش نبي عشان تقول لحد ما تصليش أنا بقول كده ليه أنا أعرف يا مناس يا مناس نفسهم الأمارة بالسوق أخدت كلام حد قال له أنت ما تصليش لأنك منافق وما صلاش السؤال هل الزنب بس بيقتصر على الشخص اللي ما صلاش لا كمان الشخص اللي كان عوني للشيطان على أخيه كمان هو شريكه في الزنب وعشان كده أنت مليكش حق يا جماعة تعالوا كل الناس اللي قالوا الحد في يوم الأيام أنت ما تصليش لأنك منافق قولوا تبنا إلى الله وعزمنا على أن لا نعود إلى هذه المعصية أبدا ويجب أن أنتم تسألوا الله بخشية وبخوف أنه هو يغفر لكم هذا الزنب لأنه زنبي يجر الناس إلى الكبائر لأنه يترك الصلاة أنت حضرتك عايز تبين أنه هو شخص مش حسن الأخلاق يا أخي وقل له حاجة تانية قل له يا سيدي أنت رجل مصلي وصلتك إن شاء الله إن شاء الله تساعدك على أنك أنت كمان تكون صادق معايا في أخلاقك أستحلفك الله سبحانه وتعالى باللي بتصليله وخليك معايا حبيب لكن ما تجيش تقول له والله أنت منافق وما تصليش هذه عبارة يجب أن تختفي من حياتنا وهذا تألي على الله هذا اللي بيعمل كده كأنه بيأخذ دور الإله فيتقي الله سبحانه وتعالى هذا افتيات على الله فلابد إن إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الثاني بقى مين قالك يا مولانا أن أنت اللي أخذته أنت ده كان اسمه قرد ده اسمه تمويل وزاك المال اللي أنت أخذه ده حكي محمد كان مال حلال وعلى فكرة لو المشروع فشل ده فشل يعني فشل لفقد أسباب الإدارة يعني فشل لأن أنت ما قدرتوش إدارة جيدة ما أخذتش بأسباب الإدارة لو منتكلم على الفشل أنا ما تكلمش على الرزق دلوقتي لو منتكلم على الفشل أنت فشلت عشان أنت ما أخذتش بأسباب الإدارة مش فشل لأن المال ده كان مال حرام وربا وراح الربا وأخذ المال الحلال أبدا ما حصلش أنت كنت حصلت على تمويل والمال اللي أنت حصلت عليه ده كان حلال وأنت لم تكن آثما وأي حد يقول لك غير كده ما تسمعش كلامه خلاص لأن أنت دونت عندما حصلت على هذا المال أنك تأخذ هذا المال لأجل أن أنت تزود رأس مالك أو أنك أنت تبدأ مشروع فأصبح خلاص ده نوع من أنواع التمويل نعم ولزيك إيه اللي حصل في قانون بانكي مركزي اترافع لفظ القرض فبقى عمل البنك في التمويل والتسليلات الاقتمانية وزيادة رؤوس الشركات رؤوس أموال الشركات فخلاص فعشان كده حج محمد المال ده كان حلال وإحنا قلنا الأخوك إنه يتقي الله سبحانه وتعالى يبطل هذا الكلام الذي لا معنى له نعم معانا الأستاذة كان معانا الأستاذة عشرة أيوة عيشة عيشة أيوة أي مفضلت الشرك سلام عليكم عندي أسئلة بس بسطة كده إن شاء الله ربنا يخليك يارب تكون بسيطة عندي بصلي صلاة التوبة في السورة الأولى اللي هي والذين هزا فحيش عوزان منافسهم اللي هي كل الآية والركعة الثانية اللي هي من سوءا فبجأ صلي الركعة الثالثة والربعة بقول إليه في قريش والركعة الرابعة بقول إنا عتناك لا تصلي من غير السورة تصلي الركعة الثالثة والربعة من غير السورة وهي الصلاة التوبة دي هي صلاة عادية وبعد كده بنتوب إلى الله سبحانه وتعالى بندعو بعدها لكن ليس هناك اسمعي بس ليس هناك صلاة بهذا العنوان بمعنى أن الصلاة التوبة دي هي صلاة يصلي الإنسان صلاة نفل ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى تفضلي وعندي صلاة الضحى بصلي برضو ركعتين الأولية اللي هي صورة الشمس والتانية صورة الضحى بصلي ركعتين التالثة والربعة برضو بايوها كافرون وكل ولا وقعد قال ده برضو صحيح أنت على أن صلاة الصباح غير صلاة المساء يجوز أن أنت تصلي أربع ركعات لا تصلي الركعتين التانيين في السنة تصلي كذلك في السنة زي الفرض تصلي في الركعتين إلا إذا كنت بتصلي ركعتين وتسلمي وبتصلي ركعتين وتسلمي آه 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 بعمل كال مش بتصلي ركعتها على بعض يعني لا لا بصلي ركعتين آه اقرأي ما شئتي اقرأي ما شئتي والقراءة اللي أنت فيها ورد أن دوت يكون من الأفضل الصور اللي أنت ذكرتها نعم من الأفضل اللي أنت تصلي بهذا فده صحيح أيضا ايه تاني وعندي اللي هو صلاة قيام الليل بصلي الصور اللي هي قصيرة بها طيب هذا جائز هذا جائز وليس فيه شيء ربنا يتقبل يا ربي يخليك يا رب شكري أوي 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 على راسي آه نفسك يا ربنا يزيدك نور وبركة وفضل ونعم يا ستي نعم أستاذ محمد من غرداء تفضل سمع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته عمله يا دكتور فضل ونعم الحمد لله أنت الجو عندك عامل إيه مياه يا دكتور يا الله تفضل قول ليه الأنبار آه ليه سؤالين طب عليش بمناسبة الجو مع الجو عندك حلو إن شاء الله وطنا التلفزيون شوية الله يا كريم ماشا ماشا شفت ماشا تفضل يا حجم حمد يه سؤالين عند حضرتك يا دكتور تفضل آه بس بسرعة يا حجم حمد لن تكرم ماشا أنا طال الحج السناد إن شاء الله الله أكبر ربنا يتقبل يا رب يا رب فأنا ينفع أختسل في البيت ولما أروح المطار ينفع أتوضع وأصلي رقعتين وأنوي بعمر التمتع واخبالك يا دكتور ولما أركب الطيارة عنوي تاني في الميقات بتاع الطيارة أنوي بنية الأحرام التاني بص يا حجم حمد ما تتعبش نفسك وما تقعدش تزود على نفسك هتختسل في البيت وتحرم وبعدين إيه اللي حاصل تختسل في البيت وتحرم وتصلي الركعتين كمان في البيت حلو كده طال حلو ولما ييجي الراجل يقولك في الميقات أنوي في الميقات هناك في أنوي في الميقات في الطيارة وبس تمام كده طب شكرا يا حجم حمد وإن شاء الله يا حجم حمد ربنا يبرك لك ويحفظك ويوسع عليك ويجعلك إن شاء الله في خير حال وإن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل الفضل ويجعلنا إن شاء الله من المتقبلين يا رب العالمين يجعلنا على الدوام في رضاك يا رب العالمين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله رجعنا لحضراتكم وإحنا بنتكلم وبنتكلم عن الحج يا سيدة ما تكتروش على نفسكم لو سمحتم لو سمحتم في الحج ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج مبني على التيسير ما سؤل الرسول الله صلى الله في شيء إلا وقال افعل ولا حرج فيا سيدي يا حج محمد ببساطة خالص اغتسل يا مولانا في بيتك وبعد ما تغتسل في بيتك صل الركعتين في البيت وبعد كده انوي في الطيارة وده أسلام لك أسلام لك ليه لأن انت لو انك انت نويت في البيت ممكن يبقى فيه محزورات الأحرام تعمله لا يا سيدي انوي في الطيارة يبقى هو مش لازم تعمل التلت سنن مش لازم تعمل السنتين مع الركن ده في نفس المكان يبقى ايه اللي حاصل يبقى انت هتختسل في البيت وتصلي الركعتين ودولا الاتنين سنتين وبعد كده ايه اللي حاصل والإحرام مش محتاج الاختسال هتصلي الركعتين بالاختسال مش انك هتصلي ثم تتوضأ لسنة الاحرام لا هتختسل وتصلي الركعتين بالغسل اللي انت اختسلته وبعد كده تلبي وتنوي عند الميقات اللي هو في الطيارة اللي لازم بيقولك عليه و يا رب ربنا يتقبن وانت قابل هناك ان شاء الله حاج محمد وربنا يفتح عليكم ويجعلكم ان شاء الله في في هنة وفي سعد وبركة ونور في مواسم بركة وفتح ربنا سبحانه وتعالى لا يتدخر من انوار عطياء ومن انوار فضله الا وربنا سبحانه وتعالى يعطينا يا رب جعلنا دايما من اهل الانتفاع بهذه النفحات المباركات وجعلنا دايما يا رب في رضاك وفي حماك ودايما يا رب نسعد بما اخرجت من خزائن رحمتك وفضلك لحبيبك ومصطفاك لهذه الامة الذي ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت امة وسع وبركة ورحمة وجمال وخير فاجعلنا يا ربنا من اهل الرحمة والخير والجمال على الدوام وعلى كل حال يا ربنا يا متعال يا ارحم الراحمين اجعلنا في المرحمين دوما يا رب العالمين شكرا